بس تعرفوا إنه إحنا بالأردن مش كتير منشجح هذا المجال بالذات للبنت معروف دايماً البنت بالأردن يا مجال طبي يا مجال أكاديمي هو أسهل لطبيعة الشغل للأنثى بالذات سارة يعني بين شغف الفضاء والطيران كيف قدرت تدمجي بناتهم وكيف خلينا نحكي ما خلتيهم يأسروا على بعض أو إنه قدرت أنك توفقي بين الاثنين هلأ الرسالة اللي دايماً بحاول أوصلها للناس إنه الطيران والفضاء مش جزئين هم بارت واحد حسناً هذه الفكرة إنه الفضاء جزء من الطيران أو طيران جزء من الفضاء كان هدفي إنه وين ما يكون إشيء إذا دخل بالفضاء لازم يكون إسمي موجود إذا ما كان إسمي موجود بنجن لازم يكون إسمي موجود الحمد لله يعني اشتغلت على الموضوع هذا وشاركت ببلينك سبيس كامب هذا بلينك سبيس كامب كان فيه كثير أكتيفتيز بتعلق برواد الفضاء وكثير أنشطة إنه ساعدتني أن أطور من حالي لقدام والحمد لله كثير في أشياء ترتبط عليها لقدام إنجازاتك بهالمجال ساري اسم الله عليكي مو كانت بس بالمجال اللي خلينا نحكي التطبيقي كمان بالمجال النظري خلينا نحكي لأن هذا المجال لا يخلو من الأبحاث والأوراق العلمية وانتي نشرتي أكتر من جورنل أو ورقة علمية ورقة احكي لي أكتر عن هاي الشغلة هلا كسلسلة من الفلايت سيميلياتر كملنا فيها أنه ما أوقف الشغل بس على هاي الفلايت سيميلياتر قدمت لمؤتمر الملاحة الدولي اللي هو إنترناشنال أسترناتكال كونغرس هلا هذا الكونفرنس بصير كل سنة بدولة مختلفة يجمع ما بين الناس المهتمين بعلوم الفضاء والطيران يعني نحن هناك كنا مع رواد فضاء عالميين كنا قاعدين متناقش معهم وكأنه إحنا زينا زيهم فهناك بهذا المؤتمر كل حدا ينشر أوراقه البحثية هناك ناس تنقبل أوراقه وفي ناس ما تنقبل أوراقه الحمد لله أنا من الناس اللي الله أنعم عليه أني انقبلت إلي ورقتين بحثية الأولى كانت بتككي عن لوكوست فلايت سيميلياتر والثانية أنا كنت فيها مش مين أوثر كان المين أوثر زميلة المهندسة إروا بن طريف وأنا كنت الكو أوثر إلى هاي الورقة اللي كانت بتككي عن إكسبريمنت إحنا إن شاء الله راح نطلقها للقمر إن شاء الله إذا تمت الأمور لأقدام فنحنا أطلقنا هاي زي المهمة إنا نبلش نعمل بهدول الأبحاث بس خلصنا فينهم رحنا نشرناهم بهذا المؤتمر الحمد لله ويعني كتير لقينا صدق كتير حلو إنه نحنا كنا أصغر ناس شاركين بهذا المؤتمر وأنا بشكر شركة بلينك إنه هي قدمت إلنا الدعم إنه نوصل لهذا المكان وكان المؤتمر هو أصلا بأدربيجان فكانت الفرصة كتير حلو إن نتعرف على ناس بنفس الوقت نحكي لهم إحنا بشو مهتمين وبنفس الوقت هم يرشدون إحنا شو نعمل لأنه نحنا بهاي الفترة نحنا بحاجة حدا يقولنا اعمل هيك ما تعمل هيك اشتركوا في القناة